بالرغم من عدم وصول التيار الكهربائي إلى بعض القطع في منطقة الصباح الأحمد السكنية إلا أن المواطنين الذين أنجزت منازلهم استبقوا الأحداث وقطنوا في بيوتهم هاربا من جور الإيجارات فخمسمائة شخص على الأقل من أصل ما يقرب على عشرة آلاف قطنوا المدينة قبل أن تصل جميع الخدمات وسط مطالبات بتسريع الإنجاز مطالبنا تنحصر في تنفيذ المخطط الخدمي النموذجي اللي كان موجود على الخريطة لما استلمنا البيوت سواء الجامعة أو المستشفى أو المعاهد أو المبنى المراكز الحكومية سيارات القمامة غير موجودة حنا نشيل قمامتنا ونوديها حق الحاوية الأقرب في عندنا حزام شجري رأينا الحلال الأبل يعني يدخلون علينا في المدينة يأكلون الزرع اللي الدولة خسرانة فيه وهم الزرع بعد حنا بيوتنا حدايقنا توصل لحد البيت ساكنون قسائم الذين عاشوا على الوعود الحكومية في إيصال التيارين الكهربائي والمائي أمل أن يتم الإيفاء بالوعود قبيل حلول شهر رمضان المبارك في ظل غياب البنية التحتية المتمثلة بالصرف الصحي وعدم إضاءة أعمدة الإنارة في الشوارع نطالب من السكنية بالذات الإسراء في إنجاز الأعمدة والإنارة داخل شوارع مدينة صباح الأحمد سواء القسائم أو بيوت الحكومة ونطالب أيضا حل مشكلة الصرف الصحي نحن وعدونا صراحة وزارة كهرباء أن بعد عشر أيام سيكون التيار متوفر في الضحية سيب للغسائم ونحن نتمنى ذلك وناشد ساكنون منطقة صباح الأحمد السكنية رئيسي السلطتين التنفيذية والتشريعية لتسريع الإنجاز في المنطقة أوجه المناشدة إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى رئيس مجلس الأمة بالاهتمام وبذل الجهود أكثر في متطلبات الأهالي والمدينة لأن المدينة نائية وبعيدة عن المناطق الأخرى والناس في استياد في السكن